السلام عليكم طلاب الثالث متوسط موضوع آخر من المواضيع الفصلة الأول اللي هو It has و It has got It has It has got طبعا هنه اثنينات هن نفس الشي إذا جدتك It has أو إذا جدتك It has got اثنينات هن نفس الشي نفس القوانين نفس الوضعية شنو معناهن؟ معناها فيه يحتوي على لديه تقريبا هي مشابهة للذير is والذير are هم لوصف الأماكن هي تقريبا مشابهة للذير is والذير are هم إن قاعد توصف الأماكن بس بيها اختلافات بسيطة هس حنجي نشوفها استخدامها تستخدم لوصف الأماكن أيضا مثل الذير is والذير are لكن تختلف عنهم بأمرين يعني تختلف بشغل تير عن الذير is والذير are أول شي إذا تذكرون بالذير is والذير are قلنا الذير is للمفرد والذير are للجمع الذير is للمفرد والذير are للجمع هنا لا هنا تستخدم للمفرد والجمع يعني الاتهاز تستخدم للمفرد والجمع اثنين هم بينما هناك بذاك الموضوع لا الذير is للمفرد والذير are للجمع اثنين هناك كان الفعل المساعد there is كان هو ال is وال are هم فعل مساعد يعني الأفعال المساعدة بذاك الموضوع ما there كان an is و are هنا الفعل المساعد هو does وين أحتاجه أحتاجه بالنفي وبالسؤال هنا الفعل المساعد أحتاجه بالنفي والسؤال يعني هذا الموضوع يختلف عن there is وال there are بشغلتين أولا there is وال there are الـ there is للمفرد والـ there are للجمع هنا لا الـ it has تستعملها للثنين مفرد وجمع الشغلة الثانية الفعل المساعد اللي راح نستخدمه بالنفي والسؤال بهذا الموضوع هو الـ does بينما هناك الـ is والـ are الـ is للمفرد والـ are للجمع خلي نشوف هاي الأمثلة على هذا الموضوع طبعا الـ it الـ it هاي الـ it هاي الـ it بهاي الجملة الثانية وهاي الـ it الـ it نستعملها للجماد الحيوان أو لغير العاقل خلي نقول الجماد الحيواني يعني احنا قاعد نوصف الجمادات الأماكن هي جمادات شوف الـ it has احنا قلنا الـ it معناها فيه أو يحتوي أو لديه فوق مثل ما شرحنا فوق الـ it has a swimming pool هو فيه حوض سباحة هو فيه حوض سباحة الـ it هنا قلما قاعد يتعبر الـ it هنا قاعد تعبر عن البيت احنا قاعد نوصف البيت شو نقول هو فيه أو يحتوي على a swimming pool حوض سباحة خلي نشوف الجملة اللخ it has lots of plants هو يحتوي على الكثير من النباتات يجوز قاعد نحكي مثلا على فد حديقة عامة أو فد منطقة أو فد مكان يحتوي على الكثير من النباتات plants هو نبات نباتات lots of plants الثالثة الثالثة it has a big car park هو فيه موقف سيارة كبير قاعد نحكي عن هم مثلا بيت أو في المكان تقدر توقف في السيارة شو به هذا الموقف ما سيارة؟ كبير it has هو لديه أو يحتوي أو فيه a big car park موقف سيارة كبير البارك هو موقف مع السيارات هاي الأمثلة على الاتهاز شو نستخدمها؟ شو بقانة؟ بقانة النفي والسؤال بس قبل ما نطبع للنفي والسؤال تعال خلنشوف هاي الملاحظة شو تقول؟ عند دخول الفعل المساعد الداز احنا ش قلنا قلنا الفعل المساعد اللي راح نستخدمه هنا نباوع الفعل المساعد اللي راح نستخدمه هو الداز وبيش احتاجه؟ بالنفي والسؤال هنا الملاحظة شو تقول عند دخول الفعل المساعد الداز في النفي والاستفهام الاستفهام يعني معناها سؤال خاف تسمع استفهام معناها سؤال عند دخول الفعل المساعد الداز في النفي والاستفهام شو نسوي؟ يعني من نستعمل الداز بالنفي ومن استعمل الدرس بالسؤال شنسوي الهاز نقلبها الى هاذ الهاز نقلبها الى هاذ خلي نشوف حس اول واحد ناخذ النفي النفي شوف شو قلك في حالة النفي يعني لما نجل ريد نسوي نفي هو شن النفي انه انت تنفي الشي صار تحكي عكسه يعني انقول مثلا انا رحت للسوق ورا شوية انفيها اقول انا ما رحت للسوق اقول انا كتبت الدرس او كتبت الواجب ورا شوية تقول انا ما كتبت الواجب ورا شوية تقول انا ما كتبت الواجب مثلا قاعد تلعب طوبة تقول انا ما لعب الطوبة قاعد تنفي تنفي العمل اللي صار انه انت ما سويته في حالة النفي يعني لما نجل ريد نسوي نفي نضع كلمة نوت طبعا هاي القاعدة ثابتة بكل المواضيع بكل المواضيع اللي بيها نفي هاي القاعدة موجودة في حالة النفي نضع كلمة نوت بعد الفعل المساعد اللي هو من وين يعني النوت وين نخليها اهنا 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 هذا الدز نخلي النوت وراها خلي نشوف هذا المثال هو يحتوي على حوض السباحة اريد انفيها ويقول انه هو ما يحتوي على حوض السباحة شا قول يعني انفي شو نسوي خلي نحلها الات اللي هي الفاعل تنزل الات نزلناها الفعل المساعد وين مكانه الفعل المساعد يجوار الفاعل داز احنا لازم شو نسوي العفو هاي ال اي هنا ال اي بعدين ال اس شو نسوي نخلي النوت لان قلنا النوت تجي بعد الفعل المساعد الهاز شو نسويها مثل ما قلنا بالملاحظة الهاز اذا دخلت الداز على النفي والاستفهام اللي هو السؤال تقلب الهاز الى هاذ هاي الهاز رح تصير هاذ وبقية الجملة تنزل كما هي نقطة الفاعل نزل كما هو الفعل المساعد مكانه وين بعد الفاعل داز خليت لا نوت لانه هنا في والهاز قلبناها الى هاذ وتكملت الجملة هل نشوف الجملة الثانية هي القلب من الكثير من النباتات هاذ لدي الكثير من النباتات هاذ هو لديك الكثير من النباتات والسؤال الهاش شا سويها تقلب الى هاف بقية الجملة تنزل كما هي ونخلي نقطة الثالثة الفاعل الات ينزل ننطيه داز داز لانهي داز في اي فعل مساعد باللغة الانجليزية هو مكانه بعد الفاعل هذا الفاعل يجو وران فعل المساعد نخليها نوت على مدن فيها لانه هو السؤال رائق بنعدنا نفي الهاش تنقلب الى هاف ليش لانهي القاعدة تقول لنه انه الداز من تدخل بالنفي والسؤال تقلب الهاز الى هاف بقية الجملة تنزل نقطة واضح وبالنسبة لها ملاحظة صغيرة بالنسبة للداز نوت اذا تريد تختصرها الداز تنزل نفس ما هي النوت تحذف ملعدها بس ال ا بس ال ا تقرب الان هنا والتي تخلي مسافة شوية صغيرة مو كبيرة للحرف المحذوف وتخلي فارزة ببكر الحرف المحذوف فوق مو ببكر الحرف وانما فوق هسا نجي علي من السؤال في حالة السؤال يعني لما نجي نريد نسوي سؤال شو نسوي نقدم الفعل المساعد علي من نقدمه على الفاعل ات نقدم الفعل المساعد دز على الفاعل يعني دز بنا في وين اجدت اجدت ثاني كلمة هسا بالسؤال لا الدز رح اصر اول كلمة الذي يأتي في بداية الجملة الات الفاعل يأتي في بداية الجملة خلي نشوف الجمل نفس الجمل it has a swimming pool it has a swimming pool هو في حوض سباحة شوف شو يقول لك السؤال السؤال أباقاوسيا اما يقول لك question يعني يسوي سؤال او يقول لك ask اسأل او يقول لك ask اسأل شوف شو نسوي في حالة السؤال شو نسوي نقدم الفعل المساعد دز دز يجي بالبداية باع الحرف شلون صار صار capital letter i h الفاعل صار ثاني واحد باع الحرف شلون صار صار small بس بالبداية الحرف يصير كبير وبعض اسماء المدن طبعا هذا مو موضوع لتنقيق دز يجي بالبداية الهات سنحولها الى have طبعا آسف للخط لانه الستاند ما التصوير صار قدام الايد فهذا يمنعني من الكتاب عدل تنزل بقية الجملة نقطة اللي تغير شنو الفاعل صار بقان الفعل المساعد الهات تحولت الى have نفس النفي شوفوا الجملة اللي وراها همين في حالة السؤال نقدم الفعل المساعد على الفاعل الهات صار ثاني واحد الهات نحولها الى have والبقية تنزل كما هي نقطة هم يقول لك ask او يقول لك question اللقطة الثالثة هذا كل ما موجود عن موضوع الهات الثالثة بس الاختلاف مثل ما قلنا بالبداية بامرين الفعل المساعدة هناك الثالثة 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 وعدنا الثالثة ملاحظة وعدنا الثالثة من تدخل بالنفي والسؤال تقلب الهات الهات هذا كل ما موجود عن موضوع الهات الثالثة ترجمة نانسي قنقر